بهلأ وقتها رح تنضم لقلي عبر تطبيق زوم اغتياطية التغذية هيبا أبو الطيف أهلا وسهلا فيك هيبا صباح الخير صباح النور شايفتينا منيح ايه مزموط هلأ عمشوفك صاح هيبا اليوم رح نحكي عن أهمية الدايت والرياضة المناسبين أكيد مش أي دايت ومش أي رياضة بأنه نشير السليوليت من جسمنا نعرف أنه في كتير ناس بيعانوا من هالمشكلة وفي كتير اليوم تقاليات يعني حتى وصلت للجراحة وكتير ناس بيعتمدوها وبيرجع بيزهر السليوليت بجسمهم اليوم أنت كاختصاصية التغذية رح تخبرينها عن الدايت المناسب والرياضة المناسبة لحل مشكلة السليوليت أوجي بدأ نعرف أنه السليوليت هو درجات يعني بيجي عمراحل السليوليت خفيف أو بيكون ظاهرة على الجلد من برة وفي سليوليت باطنة أو جوة كتير مكون جوة وكتير صعب هذا النوع من السليوليت أنه يروح بسهولة نعرف أنه ما في ضايت سحك لهذه الغريبة أن نتبعه يروح للسليوليت لا في طريقة حياة وضايت معين نتبعه على فترة بيخفف من تزايد السليوليت إذا كان السليوليت بعضه بالمراحل الأولى أو باللبل الأوليات ممكن يروح إذا كان السليوليت باطني بده فترة ما عدنا نسمعيك إبني حيبا هلأ عم نسمعيك حيبا بدي أرجع أول كنت عم تحكي أنه هو أسلوب حياة ما في شيء مثل السحر فإذا فينا نكون كمان إذا عارفين عنا استعداد للسليوليت يكون عم نتبع كمان نظام رياضة وغذائة للوقاية هل هالشيء صحيح؟ نح مضبط النظام الغذائي يخلينا نحنا نتبع أن يصير عنا سليوليت لبعضين ويخلينا يخفف السليوليت الموجودة عنا وبلا ما يتكادر يعني ما بقى يتكادر نحن نتبعون مع بعض الرياضة مع الأكل إذا بدك شوية ماشين ومساجات لا يساعد جسم يروح السليوليت كمبليت خلينا نبلش بالضايات خلينا نبلش نحكي بالتفاصيل شو هو هالضايات شو هي هالمأكلات وأي أنواع رياضة؟ أول شيء نبدأ بالضايات نفكر بالضايات نعلي نوع الأنواع لبروتينات نأخذ دايت هاي بروتينا شوية ومنخفف النشويات فيه منخفف المأكلات اللي بتعمل ممكن ساعدنا تزيد الإنفلاميشن بجسمنا منخفف المشتاقات الحليب منخفف الاتحين أو الجلوتن مش ضروري نقطع كمبليت لي بس منخفف منه وأكيد ما ننخفف ونقطع كمبليت للسكريات والمقالات وهون المشبع من هول أكتر شي بساعد السليوليت إنه يجمع ويزيد نحن نزيد البروتين بأكلنا نخفف كمية النشويات ننقل نشويات الصحية يعني الأمحة الكاملة الانتغالة أو قد ما فينا منبتعد عن الجلوتن والتحين ومنتجات الجلوتن منروح شوي يعني قد ما فينا الحليب ومشتاقاته منخففها منروح شوي للإشياء اللي ما فيها كثير كاوز ملك إذا بدك منتجات البقر منروح شوي للمعزة للإشياء اللي أخف شوي لطعم بالإنفلاميشن بالجسم نشرب كثير سوايل يعني كثير عم بحكي من لترين لتلاتة 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 لتراتة كل الوقت لتلات الجلدة ونساعد بس تقول هبا سوائل لازم نحددها لأنه بعض الناس بيعتبروا هو من السوائل أو الناس كافي والقهوة والكافيين يعني لترين ماء ما بعد السوائل الثاني عم نحكي بس ماء عم نحكي بالناس لترين كل شيء زيادة بيكون منيح من الأكل أو من المشروبات الثانية بس عم نحكي ماء وبس نقول سوائل ما بنقول يعني القهوة ما بنعتبرها سوائل أو الناس كافيين لأنه عال بدهروا الماء من الجسم ما بنعده أن نحنا شربنا ماء لأنه عم نشرب أقوة بنا ننتبه لهذا الشغل بس عم نحكي سوائل عم نحكي ماء أنينة ماء ونضلنا حمين أنانة ماء بنهار أربع أنانة صغار أو أنينة كبيرة تقول الليترين نهدف أن نخلصها بالنعار نعم شو أهمية الخضار والفويكي بهالدايت كتير مهمة نحنا نقول لهم إذا فيكم قد ما فيكم تروحوا شوي نخفف شوي من المونتجات اللحم ونزيد كمية الخضار مع أنه نحنا بحاجة أن نكون لدينا بروتين زيادة هون بدي أنتبه أنه قد ما فيه خضرة مشكلة من كل الأنواع والخضرة الخضرة كتير منيحة بهذا الدايت يعني قد ما فينا منك الروكا خلاص الخيار بروكولي كل شي خضرة خضرة بتساعدنا كتير منيحة منزيد خضرة قد ما فينا كل وجهة بدي يكون فيه داخلنا خضرة ونضلنا ناكل سلاة ونضلنا ناكل الخضرة بكل ألواننا يعني الأطباق فينا نشكل من كل الألوان والفويكي كمان هؤلاء الأشياء كتير ينفعونا بساعدونا الجيلة تابعونا وبيخففونا من أنه يتكاطر السريري نعم هبا بالنسبة لتوقيت أكل الفويكي كتير منسمع اليوم عن هيك أنزمة بتحكي غزائية طبعا بتحكي عن أنه مش بأي وقت ناكل كل أنواع الفويكي هل فيه توقيت معي الممكن كمان يساهم بزيادة السليوليت ماكي في كتير الدراسات عم يعملوها أو أنه أنزمة تطلع تريند أن الفويكي ما ناكلها بالتدريج حتى بيحكوا أنه بالتدريج ما ناخد الوجبة ما ناكل الريز ما ناكل اللحمة بالتدريج ما ناكله نسوا نحن مناقضون كتير وفيه كتير دراسات بتنقض هذه الأشياء لأنه ما فيه توقيت للمعدة فيه أنه نحن ممكن ما نخلط كتير أكل بنفس الوقت بس مش أنه أنا الفويكي بدي أكلها بهذه الساعة وبهذه الوقت أو أنه بدي أكل واجبت بالتدريج لا ما فيه هك شي لالذيادة الوجن أو لتأثر بالسليوليت فيه الفويكي فين أخذها أزتناك فين أخذها على ترويئة يعني أنا عم بيأخذ الصبح لبن مع سيريالز وحطيت لها فويكي على وجه أو شوفان واجبة شوفان حطيت فويكي على وجهة أخذت بعدين سناك بعض ساعتين أخذت تفاحة بعد الغداء بشي ساعتين أخذت كمان نوع فويكي هيك بكون تمام كتير مني بدنا نتبه بس كمية الفويكي اللي عم نكلها يعني مش أنه عشي هي بالسهرة قاعدين ناكل كمية كتير كبيرة من الأورانجز أو أنه التفاح بكمية كتير كبيرة لأنه قاعدين عم نتصال لأنه أنه هي صحية كبيرة لا، بدنا نتبه أنه في كمية من الفويكي أنا بحقل ثلاثة إلى أربع حصص بنهار بدي ألتزم فيها ما يكل أكتر من هيك نعم، بدي أنتقل للرياضة هيبا هل كل أنواع الرياضات ركض ماشي، وقلت في نوع رياضات يعني منستعمل فيها الماشين أو الآلات للمساج، أي نوع رياضة هي كلها منيحة ولكنه إياها ما نركز علي أكتر لمشكلة السلوليات كلها منيحة ، وأطمام التقول الماشي كتير منيح لشكلة التاليات كل شي ơi منيحة مشكلة السلوليد اللي بساعدنا المساج المساج اللي بساعدنا بيشتغل على الغذة اللمفنوية كمان بساعدنا كثير بالمساج والديبتشو مساج اللي بيركز على السلوليد كثير بساعد مع الأكل مع النظام الغذائي الصحي مع الرياضة كلهم مع بعضهم بديكونوا موجودين تايعطوا مبقول أو نتيجة جيدة بدي ركز على أدوان الرياضة كارديو بالأسبوع برجاء كمان مرق ثلاث مرات مرق ثلاث مرات كارديو ونمرق مساج على القليل مثلا مرة بالأسبوع والمساج اذا ما نقدرين نعمل مساج أو نرحلة عند خصائي فينا نشوف نحنا على اليوتيوب نحضر اشياء كيف فينا نحن نساعد قانع وين نحن لازم نركز على الجلتب وين لازم نكبس وين لازم نعمل المساج بأيدينا فينا نحضر اشياء موجودة على الانترنت فينا نحن ساعد قانعنا مش ضرورة نزور أخصائي أو نتلب كثير بالمساج سحيح هالنوع من المساجات هي بتغني عن شفط الدهون يعني لان اوقات كما شفنا مشاكل بعنوها هالناس من بعد شفط الدهون من أمكنة محددة بتظهر هالسلوليد بأماكن تانية فإذا ما في غناء عن يلي عم تحكيه مضبوط لانه مت ما عم تحكي حدا تكشفت الدهون منشفط من ميلة بتتكتر بميلة تانية نحن نشفط الدهون بس ما عم نموت خلايا الدهون لانه ما عم نخليها نزيلها من الجسم بس عم نغيرها إذا ما عديك بالجسم ونفس الوقت كيف بصير لما نعمل دايت كتير كتير آسل خلايا الدهون بتصغر بتعمل بس ما بتموت نحن ما نهدف نحن نشيل هالخلايا من الجسم ننديلها من الجسم ما بتروح غير إذا عملنا كل هالسلوليد إذا عملنا رياضة إذا عملنا دايت إذا جسم شيله منه لحاله وتخلص من الدهون منه لحاله بس مش انه بسرعة ومش في عملية شفط لانه بشيله من هون بيطلع الدهون من ميلة تانية وبيصير الجسم بشكله أبشع صح يساعدون كتير منيح لجسم يتخلص من السلوليد مثل ما قلت بحكي بخطوات معينة مش بسحر ساحر رح يروح السلوليد وإذا كانت السلوليد كتير ديب بده وقت أطول بكتير يروح من السلوليد صح ومتل ما قلت هيبا يمكن المهم هون أنه نتبع هالأنزمة هيدة اللي حكيتي عنها إن كانت رياضة أو غزاء للوقاية إذا عنا هالاستعداد يعني إذا بلشنا يصير هيدة نمط حياتنا فمنكون عم نتوقع وبنفس الوقت عم نعالج هو أكتر من أنه أنه بيزيل أو يعالج الموضوع كمبليت لي يعني بينجح بالوقاية أكتر من أنه ينجح يعالجه لأن العلاج تبغوله بده فتلة كتير طويلة جمال العالم ما عندهم صبر نتجي بسرعة بسرعة بس نحنا أكيد مضمونة أنه وعيدة التعاية وعيدة الرياضة بيحموه من أنه يصير عنا سليدي صحيح شكرا يباب والطيف لتركيزك على هذه المشكلة المعانوا منها أكتر إن شاء الله يكونوا استفيدوا من كل هالنصائح التي أعطيتها ترجمة نانسي قنقر